اللي عنده هدف هيوصله او الانسان اللي عايز يبقى مميز هيبقى مميز ايا كان المجال اللي هو بنا كتبه له او هو هتحط فيه هو يا جماعة انا داخل اجيب صفر ما فوق ذلك هو كرم من عند ربنا حاجة اللي ربنا كاتبها لك احيانا بيكون افضل بكتير جدا من الحاجة اللي انت عايزها وان النجاح متوقفش فقط على الكلية اللي انت واخدها انت ممكن تبقى ناجح في اي كلية في الدنيا ومناسبة اروب امتحانات السنوية العامة انا جاي اشارككوا قصتي مع السنوية العامة اي نعم قصتي مختلفة شوية عن كل القصص اللي هتسمعوها عن اي حد تقريبا وجوزة بسيط جدا من اللي انتبعيني هم اللي هيرليتوا مع القصة دي او هيكونوا عايشوا نفس الظروف اللي انا عاشتها واقول لكم ليه قصتي مختلفة عن اي حد بس بعد شوية بس المهم هي الدروس المستفادة من قصتي او من قصة غيري وهو ازاي تعدي المرحلة دي وتوصل لجوز او الاهداف اللي انت عايزة في حياتك اول حاجة احب انوح عليها او احب اأكد عليها وهي جماعة كل حاجة في الحياة لازم تتخطي القالب بتاعها الصحيح او في حجمها الحقيقي اي نعم السنوية العامة هي حاجة مهمة جدا في مجتمعنا المصري وهي بتحدد تقريبا هتقضي بقية حياتك ازاي بس ما هيش اخر الحياة كنت عملت فيديو قبل كده بقول فيه ان السنوية العامة دي مجرد توزيع ارزاء يعني كله يسرى الى ما يخلق عليها انت اللي مكتوب لك كده كده هتاخده بس هي الفكرة كلها انك تشيل من عليك الضغطات اللي المجتمع بيحطها عليك في الفترة دي وهي دي غالبا اللي بتخلي الانسان ماقدرش يوصل للحاجة اللي هو عايزه او اصلا هو يبقاش عارفه عايزه يعني انت في السن دوت انت مضغوط عليك عشان يجيب مجموعة معين انت مش عارف انت عايز تجيبه ليه او انت مفيش اصلا من جواك الدافع ان انت عايز توصل لحاجة معينة ولو انت عندك الدافع ده فغالبا الخوف والضغط المجتمعي اللي حواليك بيزيد الطين بلا مش بيحسن الامور الخوف ده هو ممكن يكون اكبر عائق في انك توصل للدرجات اللي انت عايزها وطبعا غير البانيك أتاكس والاغماءات اللي بتحصل في الامتحانات والكلام ده كله ده بيجي نتيجة الضغط المجتمعي ونتيجة عدم التعامل الصح مع الضغط ده انت انسان فى بداية حياته لسه صغير مع عاقش يتعامل مع الضغط فاجاب عليه كل اللوت وضغط ده اكيد مش هعرف اتصرف صح ومهوش بالنضوج الكافى اللي هو يفهم ليه كل ده نيجي بقى القصتي انا مع الثانوية العامة الثانوية العامة بتاعتي كانت مختلفة شوية لنتيجة ان انا ماخدش الثانوية العامة بتاعتي من مصف انا كان عندي شقين من الثانوية العامة كان عندي انتحان القدرات واللي اخذ الثانوية بتاعتي من السعودية عارف يعني ايه امتحان القدرات وعندي انتحانات الثانوية اللي هي في المدرسة. هنا عندنا الثانوية السعودية كان تلات سنين مجموعة في التلات سنين بيتجمع على بعضه زي سنتين بتوعي السانوية العامة بتوعه مصر بس لا كان بنحسب التلات سنين معنا وكان الامر او المنهج السعودي الحمد لله سهل شوية فكان موضوع المدرسة يعني اموره هينة لكن كانت المشكلة كلها في القدرات. القدرات كانت عندك اا خمس محاولات وكان النصيب بيلعب جانب كبير جدا من درجتك في القدرات الى جانب طبعا تعبك ومذاكرتك بس هي كانت في الاول وفي الاخر نصيب شوية ودي من الحاجات اللي خلتني يؤمن ان فعلا السنوية العامة نصيب يعني انت عندك خمس محاولات خمس محاولات قدرات كل محاولة منهم بتديك فرصة انك توصل مسلا لاعلى كلية في مصر وهي مسلا كلية الطب ومع ذلك في ناس يمكن تكون اشطر مني في المستوى ومقدرش او قدر ما سمح لهوش او هو ما كانش من نصيبه ان هو يجيب المجموع اللي يدخله الكلية الطبية اللي هو كان عايزها مسلا مع ان عندك خمس محاولات ومع ذلك سبحان الله يدخل خمس محاولات كامليين ومقدرش يجيب المجموع اللي هو عايزه عشان يدخل كلية الطب هو مسلا كان نصيبه ان هو ياخد الجامعة بتاعته من برة فيسافر ويبدأ يشق طريقه برة وده مثال اتكرر مع زمايل كتير ليه جدا موجودين في شتى بقاع الارض في كل دول العالم دلوقتي ما تمكنوش او سبحان الله ما اقدرش او النصيب ما سمح لهوش ان هو يجيب مجموع كلية الطب وده كان خير ليه بس هو ما كانش يعرف وقتها ان هو خير ليه ممكن يكون وقتها كان زعلان وممكن يكون وقتها بيقول طب ليه طب ما مسلا فلان قال مني في المستوى وجاب مجموع طب سبحان الله هو مكتوب له ان هو مسلا يجيب مجموع طب وينزل مصرو يتعلم هنا انت مكتوب لك ان انت مجيبش المجموع فتسافر برة وتتعلم برة او انت مكتوب لك مجيبش المجموع فانت تنزل مصرو وتتوفق في شيء تاني او تتخرج بدري مسلا وتشتغل بدري عني ويكون عندك مسلا النجاح في الكارير او في الوظيفة بتاعتك قبل ما انا اصلا اتخرج فما تضيقش دماغك في حتة اللي هو لا انا لازم اجيب كلية معينة وقالت ان انا هموت دي سداني هتضرك انت نفسيا قبل ما توصلك لاي شيء في الحياة لان الحياة متن ما هي الا نصيب يعني انت ليه كل حاجة هتاخده ومش هينقص منه شيء فخلي في بالك الحتة دي هي فيها جزء ايمان قوي لازم يكون عندك جزء ايماني قوي لان ربنا كاتبه لك هيكون افضل شيء لك طبعا انا دلوقتي بكلمكم وانا خلصت كلية الطب حاليا في السنة الاخيرة في سنة الامتياز ولو كنت جيت لي من سبع سنين وقلت لي انت هتدخل كلية الطب وهتخلصها وهتعمل يو اسميلي والكلام دا كله انا ما كانش في دماغي تقريبا ان انا نكون كل حياتي هي عبارة عن الكمبيوتر فكان حلم حياتي اخش كلية حاسبات او اخش سايبر سيكيوريتي حاجات ليه علاقة بالكمبيوتر وبالتكنولوجيا عامة اللي انا كنت مهووز بالكلام دا شوية ويمكن يكون دا احد الاسباب ان انا بتكلم معاك الوقتي في القناة دي ان انا برضو عايز ادمج ما بين الكلية اللي انا دخلتها والشيء اللي انا احبه فمن هنا اتولدت القناة من رحم هذه المعاناة فانا طول عمري كنت بدرس في السعودية بس كنت بدرس المنهج المصري عادي جدا من اول ربع ابتدائي لحد تلت اعدادي كنت منهج مصري بمتحن نفس الامتحانات بذاكر نفس الكتب المهم اني بعد السنين دي كلها في المنهج المصري قررت ادخل السنوية السعودية في مدرسة اسمها مدرسة المواهب الاهلية بالرياضة ودي كانت مدرسة خاصة ودي كان احد الحاجات يسرت علي شوية ان انا اجيب مجموع طب لان المدارس الخاصة هناك بيكون الامر هين في الامتحانات وانك تجيب مجموع كويس في المدرسة بيكون شيء بسيط يعني بس كان الليلة كلها او العبء كله علي في امتحان القدرات وانا كطالب دفور لو ادحيح بالمصري كنت في المدرسة معروف اني اشتر طالب في الفصل انت يعني جاي من مهج مصري يعني يعتبر بنيتك الاساسية قوية وبدأت مشوار القدرات القدرات كانت محتاجة مذاكرة كتير هي كانت عبارة عن رياضيات ولغة عربية بس هي بتختبر قدراتك العقلية اكتر منها بتختبر العلوم نفسها كان فيه لفظي اللي هو العربي كان يعني انا مقدرش اشرح لكم امتحان القدرات اعمة بس اللي حضر الامتحانات دي هيبقى فاهم انا بتكلم عن ايه الرياضيات كانت اصحف حاجة لان انت مطلوب منك تحل مسائل معقدة في دقيقة اللي امتحان كان بيبقى تايمده على الكمبيوتر في منه محاولتين محاوسة يعني تمتحانه مع الكمبيوتر وثلاث محاولات بيكونوا ورقية انا الحمد لله دخلت مرة واحدة بس كانت في تانية سنوية وجبت فيها 99% اللي هي مجموعة كلية الطب وعلى فكرة ما كنتش هلحق كلية الطب يعني بس هنيجي للموضوع ده وقت ما اتكلم عن مرحلة التنسيق لان احنا تنسينا مختلف تماما عن التنسيق بتاع الكليات المصري المهم انا كنت بحضر لامتحان القدرات ده من قبلها بسنة تقريبا من اول ما دخلت السنوية السعودي وانا بذاكر وبروح دروس القدرات وحليت اكتر من 11000 سؤال انا فاكر كان فيه كتب كبيرة جدا انا كنت مخلصها وكنت بقيت متمرس جدا على الحل لدرجة ان انا كنت بشغل ييتيوب جنبي وانا بحل اسئلة القدرات ومن هنا تعلمت اول مهم جدا وهو الحل اكتر من المذاكرة الحل يا جماعة لو مفعول السحر انت لو حلت السؤال واتكرر على دهنك كزا مرة ده بيثبت المعلومة بشكل خيالي فطبعا مع كمية الاسئلة اللي حلتها دي الحمد لله حجست اول محاولة لها قدرات وجبت فيها تسعة وتسعين في المية فانا اعتبر خلاص قدرات بدري والحمد لله برضو ربنا وفقني في المدرسة وجبت فيها مجموع كويس بعد كده نزلت مصر عشان اقدم فيه التنسيق طبعا فيه شوية صدمات حضرية كده بتاخدها زي انك هتروح جامعة القاهرة تقدم ورائك وتقف التوابير عادي بقى وحاجات انت كنت شوفها في السعودية خالص قدمت في التنسيق وحطيت الرغبات بتاعتي وكتب رغبتي كلية الطب في الاول ارضاء لاهلي لان هما كانوا عايزين او شايفين ان انا جيبت مجموع طب فاخش اخش كلية بمجموع اقل من كده وانا مرضيتش ازعل حد ودخلت كلية الطب وانا مش مقتنع تماما بان انا بعمل ايه انا كتبتها وقلت جات لي مجاتليش يلا تمام وهنا كان سنتنا طب الاسنان لتنسيق المعادلة اعلى من الطب البشري فانا حرفية ما كانش ليا ولا جامعة اسنان ولا كلية طب اسنان خدت اقل من مية في المية والحيط اخر كلية طب في مصر وهي كلية طب جامعة اسيوت كانت تقلية طب في مصر وهي الوحيدة اللي واخدها من المجموع بتاعي وبعد كده الحمد لله عملت تقليل اختراب وجيت على كلية هنا في طنطا شاهد من القصة ان انا ما كنتش مرتب ان انا ادخل كلية طب وفي الفترة دي انا فاكر ان ما كانش عندي المجتمعي لان انا كنت قاعد برا فالمجتمعي بتاع انت لازم تدخل طب لازم تجيب مجموع طب ما كانش بيضغط عليه قوي ده الدنيم ساحة ان انا اذاكر براحتي عادي وان انا اجيب مجموع كويس في حين انا شفت ناس تانية كانت قطى الطب في دماغي قوي ويعني فيه ضغط كده واللي هو لا انا لازم اجيب كزا ولازم احقق ذاتي يعني الحزء الكتير ده غالبا بينتهي في الاخر ان هو يخش خمس محاولاته قدرته ما عرفش يجيب مجموع طب يعني مش كل الناس سبحان الله ازي ما قلتلك توزيع ارزاق فيه ناس بتقدر تعيش تحت الضغط ده وتجيب مجموع انا ما كنتش شخص ده انا لولا ان انا كنت اصلا مش عايز طب ولولا ان انا اصلا كنت اللي هو مش تحت بريشار قوي ده خلاني احاسس بحرية شوية وحاسس بمتنفس مش قلقان قوي الضغط والقلق بيأثره عن نفسيتك في الانتحان حتى لو انت فاكر المعلومات ممكن تطير من دماغك بسبب القلق والتوتر فانت لازم تعلم تكنترول حاجة زي كده وطبعا الواحد بعد ما قرأ في السايكولوجي وفهم في علم النفس بقى عنده كتير قوي هقولها لكم برضو في الفيديوهات اللي جاية ازاي تتعامل مع الضغط والتوتر النفسي لان دي حاجة ما بنتعلمهاش وبنتصدم بكمية الضغط اللي موجود فيه السنوية العامة خصوصا هنا وده في الاخر بيدرنا اكتر ما بينفعل الشاهد بقى من تجربتي ان انت ممكن تكون الحاجة اللي انت عايزة مش هي الخير دي انا يمكن كنت عايز حسبات معلومات او عايز كلية تانية غير الطب بس سبحان الله وربنا كتب لي الكلية دي ووفقني ان انا ابقى فيها واخلصها بمجموع كويس اعمل معادلة امريكية واوصل لحاجة انا عمري ما كنت اتخيل ان انا هوصل حاجة اللي ربنا كتبها لك احيانا بيكون افضل بكتير جدا من الحاجة اللي انت عايزها فدايما خلي ايمانك بالله قوي وخلي مدركك او وعيك بان دي مش نهاية الدنيا يعني ربنا مش هيضيع تعبك يعني حتى لو انت تعب وبزلت مجهود كبير عشان تجيب مجموع كليا معينة وما دخلتهاش ربنا مش هيضيع تعبك ده وهيوفقك حتى في الكلية دي انك تكون متفوق فيها او انك يجي لك فرصة عمل مسلا في مكان كويس او انك تسافر يعني يا الارزاق بتتوزع يعني سبحان الله انت ممكن تاخد رزقك في شيء معين او متاخدش رزقك في الكلية اللي انت كنت عايزها بس تاخد رزقك في شيء تاني هو كان افضل لك بس انت مكنش عمدك النظرة دي وقتها وان النجاح متوقفش فقط على الكلية اللي انت واخدها انت ممكن تبقى ناجح في ايه كلية في الدنيا يعني هي ليا زمايليا في كليات تانية زي هندسة وكليات مسلا زي تجارة واداب وناكهين جدا ومشاء الله يوصلوا لانجازات كبيرة جدا في حياتهم وما دخلوش كلية تقن معادي يعني بس هي الفكرة ان الانسان اللي عنده هدف هيوصله او الانسان اللي عايز يبقى مميز هيبقى مميز ايا كان المجال اللي هو بنا كتابه له او هو تحط فيه المهم في الاخر ان توفيق بيبقى من عند ربنا وان انت لازم تكون مؤمن بقضاء الله وقدره وتكون داخل مطمئن نفسيا في الامتحانات لان ده هيفرق معك كتير جدا يعني انا كنت دايما لما بدأت اتوتر في كلية الطب ومن الامتحانات لان الامتحانات كانت صعبة جدا بشكل انا متعرضتلوش قبل كده كنت بهون على نفسي بفكرة اللي هو يا جماعة انا داخل اجيب صفر ما فوق ذلك هو كرم من عند ربنا فكنت بالور على الاخر وده كان بيفرق كتير جدا فيه هدوقي وبينعكس ايجابيا على درجاتي انا عملت كده وطبقت يمكن النظرية دي من اول سنة رابعة لحد سنة ستة والحمد لله كل السنين دي مجموعي فيها كان هلو جدا بالنسبة لمجموعي في السنين الاولى اللي كنت بعد استرس وتوتر في الامتحانات فيها فبرضو جرب النقطة دي هتلاقيها بتفرق معك كتير جدا ولو انت مزنوق في المذاكرة وعايز تنجز بسرعة كميات كبيرة وقت قليل فانا كنت عامل فيديو تتصرف ازاي لو انت مزنوق في الامتحانات هتلاقيه موجود هنا بس كده وما توفيقي الا بالله